الحديث عن القطاع العقاري طبعا فيه طول كتير لانه اللبنانيين تاريخيا في خطأ منهجي ادخلوا براسهم المنظومة السياسية لتدعم القطاع العقاري لان كان واحد من وسائل ادخال الاموال على البلد وتبيض الاموال لانه كانوا استجلاب التوارات من وينما كان اما من الخليج اما من اوروبا اما من اللبنانيين بالخارج على البلد كان يتم اما عبر استجلاب الودائع من عليلهم الفوائد لنحمس الناس جيبوا مصرياتهم على لبنان بتزيدوا ارباحكم بالفوائد المصرفية اما حطوهم بالعقار اللبناني فهيدا العقار اللبناني مدعوم من الدولة ومن مصرف المركزي وما من خليه يقشوت ركبت براس اللبنانيين فكرة انه العقار ما بحياته بينزل سعره وهيدا طبعا منه واقع ومنه حقيقة ولكن كانت سياسة مدعومة من دون معرفة اللبنانيين على اي جزء الاكبر منهم فكانت فعليا اسعال العقارات عم ترتفع ايام لا اسباب داخلية ايام لا اسباب خارجية ما رح فوت بهيدا الشيء ولكن في مقال بجريدة الجمهورية بحطوا مؤشر المبيعات العقارية بلبنان سنة الالفان وعشرين بنتيجة الازمة لانه منعرف انه جزء كتير كبير من اللبنانيين اللي عندن اموال بالمصارف راحوا طيهربوا هالمصريات من بعد ما حجزت عليها المصارف عبر شراء عقارات اللي كان محمس يبيع عقاره هو اللي عليه قرد لانه عبر هالبايع العقار بيجيب اموال ما بيحبسها بالبنك بيسكر فيها قرد وبيخلاص من دفع فوائده بقى هالعملية نميت بهذا المقال بيقوله مؤشر المبيعات العقارية سجل نموا بنسبة 112.7% خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2020 يعني من شهر واحد لشهر تسعة افن وعشرين بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة الالفان وتسعة عشر اذا واضح انه صار في حركة عقارية زايدة خلال اول تسعة تشهر والسبب هو اللي حكيناه واضح عدد المبيعات ارتفعت عم نحكي عن هالفترة التسعة تشهر الاول من 2019 والتسعة تشهر الاول من 2020 من ستة وثلاثين الف وتسعمية واثنين وخمسين عملية باع صاروا باول تسعة تشهر من 2019 لخمسة وخمسين الف ومية وثمانية عملية صاروا بالالفان وعشرين باول تسعة تشهر اذا الارتفاع تقريبا بهو بحوالى التسعة تاشر الف عقار زيادة من بعين اما المية واثناش بالمية الارتفاع هو على قيمة المبيعات العقارية اللي سجلت عشرة مليار دولار قيمة الببيعات العقارية بالاشهر التسعة الاولى الملاحظة هون انه اول شي رقم العشرة مليار منه واقعي لانه الناس نحنا بنعرف ببلد هون ما حدا تقريبا بسجل عقاره بقيمته بسجله دايما اقل من قيمته لا يدفع عليه رصوم اقل لانه الرصوم هي نسبة من سعر العقار اذا رقم العشرة مليار فيكون يوصل لحدود العشرين مليار هيدا واحد نين هل عشرة مليار اذا صدقنا الرقم اما عشرين مليار في حال كان الرقم نفس رقم العشرة مليار هو فعليا مؤشر لشو مؤشر لانه وقته بلشت الازمة كانت المصارف المودعين حاطين بالمصارف حوالى المية وخمسة عشر مليار دولار بالدولار هولي المصارف محطوطين باغلبهم الساحق بمصرف لبنان وبطل فيه دولار لنسكر هال مية وخمسة عشر مليار دولار سو كانت المطلوبات على المصارف يعني خسيرة بالدولار لان هون مطلوبين عليهم ما معيهم مية وخمسة عشر مليار دولار من خلال حبس مصريات الناس وهالاجراء اللي هو اغلبه ما فيه واحد يقول كله بس اغلبه المنطق بيقول انه بشك بانكار عم ينباع عقار لتسكر فيه قرد اما لتشتري فيه عقار تاني لحده بده يسكر فيه قرد ما حد عنده مصلحة يبيع عقار مثلا بميتان اما تلتمية الف دولار ويحبس مصرياته بالبنك يعني الا اذا ما عاد معه ولا ليرة مضطر يعمل هيك عملية بوده يقعد يعيش بالالفين دولار اللي فيه صحبه مباقف قداش بيسمح له البنك تابعه بالليلة اللبنانية بالشهر يموت وما بيقدر يصحب مصرياته اما فيه ناس بتبيع الشاك بالسوق بياخده قيمته هونس انه عملية تسايرة فيه بس بترجع الامور بتلف على تسكير قرود بالمصائف اذا هال 115 مليار بدنا نشين منهم رقم اذا اعتبرنا العشرة مليار لانه افترضنا هن 20 مليار حقيقا بس مش كلهم راحوا لتسكير قرود هنقول 15 مليار بيبقى فيه 115 مليار بيبقى منهم فيه 100 مليار ها هي الطريقة اللي بتنزل فيهم خسائر المصارف غير صحبات الناس اللي بتسحب دولاراته بالشهر على 3800 تنزل بعد الميت مليار اكتر غير التحويلات بوقت كانوا حبسين مصريات الناس التحويلات اللي كانوا عم يعملوها لكبار النافذين والمتمولين بالبلد اللي حولوا مصرياتهم لبرا بقى هيدا الرقم هلأ تحويل لبرا هو خسارة على المصرف يعني اخيش بدي اقام من دولارات بس هيدا الدولارات الباقية بتكون هي خدمة بس بيع العقارات وصحب الاموال على 3900 هو فعليا تصغير الخسائر طبعا المصرف بقبول الناس لشطب جزء من امواله رضائيا بقى هون بيكون يعني اذا منكمل هيك شي سنية بتصبط معه براهيم كنعان ولجنة مال الموازنة اللي بتعمل صود للمصارف على حجم خسيرة باللجنة اللي عملوها قالوا لا خسائر المصارف مش هالقد هي هالقد لما يحملوها كلفة الخسائر كما يجب بقى اذا منكمل هيك بالتضييع الوقت والنقاش مع صندوق النقت وبعطها على لجنة المال الموازنة وحولها للحكومة وغيرت الحكومة حلق بودوا يرجع صعاد الحريري بخطة جديدة ايه؟ هالعمليات بتكمل وبتخفض الخسائر طبعا المصارف من حسابنا وبسي المجتمع مش قادر تعمل فيه ولا اي بنية اقتصادية لعن ما فيه اي ادرش رائية اصلا طالما تبددت الاموال عبر قبول الناس بتحميلها الى الاخسارة بوقت الرئاسماليين الكبار ما بيتحملوا اي شي من الاخسارة والجزء اللي مهم منهم الحزان اصلا بيحولولوا مصرياته لبرات البلد من ناس بقلب هيدا اللجنة النيابية لناس رئاسماليين كبار عظيم بكرة هولي رئاسماليين كبار بيشتروا البلد بالرخص لانوصيتهم البره صارت قيمتهم اكبر نسبة لوان صارت الاسعار هون هيدا بالشق المكرو السياسي ولكن شو معناته على القطاع العقاري هلا حيبقى القطاع العقاري شغال على موضوع الشاكبانكير الشاكات المصرفية وبهالنسب اما لا المنطق بول انه اكيد لا ولكن المنطق بول المليون مفي سوق عقارة في اسواق عقارية بلبنان لانه كل حالة بحالتها مفي سعر للعقار بلبنان لا صاحب الارض اللي ما عنده كرد بالبانك بطل يهمه ابدا الشاك المصرفي طبيعة الحال لانو شو بدي اخد مصرية لحبوس المبانك شو بدي يعيش هالي صار ما استعدي يبيع اذا ما استعدي يبيع مقابل دولارات حقيقية الكاش هذا الكاش صعوب التوفره بتقدي انه الطلب على العقاري يقل بهيدي الشروط اما في ناس بعد علي اليوم كرد بالمصرف في المطورين العقاريين اللي كان بعد بقيلهم 20% من مشروعهم ينجز انجزوه هلا ولانه اسعار السلع اللي مرتبطة بالقطاع العقارسة جدا غالية عليهم كرد بدون يسكروا جزء منها رح يبقى في شخص مستعد ياخد شاك بانكار رح يبقى في شخص منه مستعد ياخد شاك بانكار اليوم نحنا بمرحلة انتقالية ولكن التوجه هو انه بنهلأ لا هيدا السن اللي جايه مفروض الشاك بانكار تدريجيا بده تبلش قيمته تنخفض لمع تحالة زول تقريبا لانه بطل حدا مستعد يحبس دولارات غيره عنده بحسابه بشاك بانكار فبتزيد قيمة الكاش هيدا العملية بمفروض تصير بالشيء التدريجي اللي بلاشنا نشوفه اليوم الناس مستعد تبيع يقاراته ب90% بشاك بانكار و10% كاش هيدا الرقم العشرة بالمية رح يصير يزيد رح يصير 80% بشاك بانكار بس بدنا 20% كاش رح يصير يزيد 3040 ليوصل لرقم يبطل قيمة الشاك بانكار الي اي قيمة فبصير المطلوب كاش وقلا مفي باع هون وقت نوصل لهيدا المرحلة كاش وقلا مفي باع بقل الطلب بشكل كتير كبير على العقارات لانه اليوم هو طلب اصطناعي مش انه الناس مغرومة بالشقق والعقارات هاد ما هي ناس بقى تهرب مصرياته وقد ما في ناس عليها قروض بدي تخلص قروضه فاذا بيخلص هالطلب الوهمي المنفوخ نتيجة الازمة على العقار بصير الطلب هو مرتبط بمن يحمل كاش اذا بقل كتير وقت يقل الطلب على العقارات بده ينخفض سعره بس بصير سعر حقيقي بصير سعر مرتبط بدولار حقيقي وهونيكي بصير سعر العقار مرتبط بشكل اساسي بالاموال اللي بتجيب من الخارج لي لبنانيين ما بيقدر يفتح حسابات بمحال بهالقرار الارضية نتيجة اعمالهم اللي ما بتقبل المصارف الغربية ولا الاجنبية تحطلهم تفتحهم حسابات فيها اما بعض اللبنانيين رح يبلشوا يلاقوا انه في فرصة للاستثمار ولكت على العقاري لايكوا اسعار وقديش وطيط وهي دي المشكلة وجهتها كل البلاد اللي قطعت بازمات مالية من النوع اللي احنا عم نقطع فيه من اليونان وغيرها اللي دي ما بتنعطها مثل على اوضاعنا اشتركوا في القناة